اوكي اداله عايز ايه؟ اداله يعني واضح ان هو في حاجة عنده بايضة في العلاقة حاجة يعني مش مش واخد حقه زعلان من حاجة اتهزم في حاجة بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام ومش فارق مع حاجة انه هو ايه؟ ما تهزمش هو بيحاول يبين انه هو ما تهزمش انه هو ما تكسرش نفسه في ايه؟ عايز يدي في العلاقة اكتر اداله زي ما احنا شوفنا حتى في قراته العامة بدا يركز في العاطفة اوه بدا يركز مع شريكه اوه ده يهتم بيه ده يعوضه حاجة حلوة جدا فالدالو شايف ان يعني ان العلاقة حلوة ولفسه باقي يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر حلوة قوي قوي الدالو شايف شديكه ازاي which is weird تجرح كتير تعناب كتير كتير مش حعارفة ازا كانت تعناب وانه بسبب شخص تاني لكن المهم ان هو شايفه متقلم والن هو زي ما تقوله بتغضر بيه كتير قوي وعنده نهاية مؤلمة يعني زي ما تقوله أخد نهاية مؤلمة مش عارفة الدلو هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بر لكن الدلو حاسس بألمك حاسس بألم شريكه سوري الدلو حاسس بألم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل إيه الشريك واضح ما هو حاط لنفسه هذا ورايح له بسرعة بياخد خطوات سريعة جدا 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 وانا حاسس ان الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فلنفرض ان الدلو زعل شريكه في حاجة بس دلو ابتدى يركز وابتدى يدي وابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جاري بقى اللي هو إيه بيسمحه بيقرب منه أكتر رايح له بسرعة نفسه في ايه هو نفسه في تعويد فعلا نفسه في تعويد الشريك شايف انه هو قدى الدلو كتير قوي أو يعني ما أصرش على أقل معاه بحاجة ونفسه بقى في تعويد انه واضح ان الدلو ممكن يكون غلط يعني مش مشكلة من غلط وابتدى ان هو يعني عايز يحصل بقى الشريك شايف الدلو ازاي شايفه بيصلح لا الدلو بيصلح خلاص عمال بيشوف أخطاءه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال يبيطبطب وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ماشاء الله الطاقة الطاقة الدلو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين كوباية دي كوباية دي مشاعر حب جواح سمكة السمكة دي عطاء ورمز رمز للخير يعني ما قدم لك كل خير عايز يقدم لك كل خير لا واضح ان الدلو تعلم درسه تعلم كويس وعرف امتك ونوي صلح وانت صراحة شريكه يعني برافو لو هو ده فعلا اللي انت بتعمله حاليا انك انت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى هتعمل ايه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة او بصوا بقى فيه بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد فيه حاجة جديدة حاجة انتم مش متعودين عليها الدلو فعلا ابتدى يركز مع الشريك فيه فيه تفاقل كده وبصين العلاقة ايه ده ده العلاقة بتتطور ده العلاقة مش فاشل زي ما انا كنت تفاكر لا ده فيه صاف فيه بداية جديدة فيه طريق طويل انتوا رايحين وانتوا ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة كله عمال يدي يعني الدلو بيدي شريكو وشريكو بالتالي بيديله ما شاء الله بيرفو ويعني انا عايز اقولكو انا معاكو والاداية فعلا انتم طبق على الدلو جددان الشهر ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب هلاخص القراءة الحمد لله حل وقوي فيدباك جميل ربنا يسعدكم ويا رب ربنا يسعدكم الدلو واضح انه ضلط في حاجة او اثر في حاجة على الاقل على الاقل تقدير وبيحاول يبين ان هو ايه مش عايز يعترف ما بيعترفش انتوا عاكين دلو ما بيعترفش فهو بحاول يبين ان هو كمان ان هو مغلطش في حاجة او الحرب اللي كان داخلها او المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر الهزيمة دي عايز يتدي يدي في العلاقة لان شايف ان اساسها قوي وانها تستاهل انه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكه ازاي بتقلم جامد وخلاص اتهارة تعنات اتهارة تعنات كتير جدا جدا يمكن تكون منه او يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكه الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحس ان الهدف ده اتجاه شريكه بسم الله ما شاء الله الشريك عايز ايه كمان عايز تعويض بقى عايز ابتدي يجني بقى هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا او يعني دعم كتير ادى دعم كتير للدلو فعايز ابتدي يحصل بقى عايز هو بقى ياخد شوي وهو شايف فعلا ان الدلو ابتدى فعاليا ان هو يصلح وابتدى يدي اتقى ما بينكم ولا احلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو يشريكوا داخلينها ومرحلة منطقتها حلوة قوي بسم الله ما شاء الله طاقة البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح عملين ترسيموا خطوات نحو المستقبل مع بعض وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في الاراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لا ايه مش خطوة خطوة ان شاء الله طريق طويل وتكملوه دايما مع بعض بس خدوها ايه واحدة واحدة مشاعر جديدة فيها كلها سلام وكلها يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قلنا ممكن يكون مورود جديد اتمام زواج او اتمام قطوبة بس يعني ما شاء الله حاجة كده مفيش زيها وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكم بالدم الحمد لله الحمد لله ربنا هنيكو كل الدل ان شاء الله ويسعد شرككم ويسعد يعني بس بقى حلو جدا 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 ما شاء الله حالتك دلوقت يا دل ايه هي؟ حالتك يا دل وشكلك يا امه دخلك فلوس حاول تقصو ما حالتك او ده خلص حد محتاج بتديله حندك كرم زاي دلوقت ده يعني لو هي حالة مدية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاقة فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك دلوقتي حالا شكل الشهر عندك فيه احتفالات هو شهر احتفالات فعلا بنحتفل بسنة جديدة لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه معملوش خطوبة الشكل فيه خطوبة وفيه اتمام رسم خطوبة او زواج كمان فهو فيه فرح فيه احتفال يعني ما شاء الله كرت أصفر ملور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون اجازة شكل الشهر ده عندك فيه اجازة فيه فسحة فيه سفرية المهم انه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء وبالغاية وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنا فيه حاجة انت مزبزب فيها مش عارف اختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار او عندك تقلب متقلب في حاجة الهدف بتاعك انت تحسن الموضوع ده اما انه انت فيه قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمينه شمال او انت في حال التقلب او ممكن تكون حال التقلب في الحالة المادية يعني طالع نازلاء اما انه انت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول تتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح او فانت عايز تزبط بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه ابتزان شوية الفلوس اللي تيجي لقطعت شوية فيها حاجة بتتأرجح انت عايز توصلها لحالة ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو انت عايز تعمل ده يا تلو باذن الله الفلوس اللي حجيلك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى او ممكن يكون هدفك الاقتصاد ان انت قررت ان انت تعمل خطة في الصرف انك انت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي انت محتاجها بس المهم انه هدف كويس قوي 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 فيه ناس تلعق هدفها النهار ده انها تهد البيت في خلقات النهار ده كان هدفها غير طبيعي صراحة طيب ايه العقبات تقلم قبلك الشهر ده اه تغييرات انت ما كنتش عامل حسابها تغييرات مفاجئة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير اي كلام لا تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجئ في العمل حصل تغيير مفاجئ عملية تحول ده عيوف قدامك عقب الشهر ده هتبقى مش عارة التعامل مع الزي نصيحتي ليك تعمل معي بالجرأة بص هو ايلي بيحصل هنا الثيم بتاع الكارت ده الموت مفروض ان حاجة بتموت او حاجة بتغيير وحاجة مفاجئة وجاي غصب عنك انت مش متوقعها زي الموت كده لما بيجي ايه غفلة هو الموت هنا رمز مش الموت بمعنى الحارف الموت بمعنى رمز الموت ان هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والواحد بيجعبش تصرف فيه اعمل ايه بس بوستو بقى هنا الراجل ده ده مفروض ان هو السيس يعني او احنا بالنسبة لنا بقى رجل فيه او شخص فيه عنده تدين واقف بيواجهه عادي جدا واجه واجه التغير او التحول ده بشجاعة ما تقلقش لان التحول ده او التغير ده الحاجة اللي بتموت او بتتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جديدة طالعة بعدها فواجهه ما تخافش منه التغير اللي داخل عليك ده دلو ما تخافش منه ان شاء الله في الاخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة احسن بس انت مش عير في دلوقتي الحاجة اللي انت حتنجزها الشهر ده واضح ان الدلو حيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا الدلو عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة او كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حالته المادية واضح ان هيدا ده تتحسن بالفعل او على الاقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع ان ان شاء الله هيحصل هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط انك انت بقيت تهتمني دي مش بس مهتم بشغلك وهبقيت هامله لا بقيت مركز مع الاتنين بقيت بتدي في النحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب ايه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطة مستقبلية خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة قوي تجنب الخطوات الكبيرة قوي اللي ليها علاقة بقى ايه بالخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية اللي مش عارفة ايه لا ده لاش تعمل خطة خماسية دلوقتي انشي خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لانه ده مش وقت ملاسب ان انت فيعمل خطة للمستقبل قوي لمستقبل بعيد بالشكل ده وممكن يكون كمان الصفر تفادى الصفر الوقت ده 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 ليه ما تخافوش من حاجة يعني يمكن على الاقل تقدير يعني ان ناتجته مش هتبقى مرضية لك قوي اللي عنده صفر الوقت ده حاول ما يتجنبه او اي حاجة فيها ايه خطوة بعيدة خطوة كبيرة ايه اللي انت محتاجت على تنقو هذا الشهر شوية يعني مش عايزة اقول بخي عايزة اقول حذر توخى الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لان ده نمسك ايه مسك ديك شوية يا جلو انت طلع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق واضح ان فيه بعزقة عملت بعزق ينين وشمال وفوق وتحت طيب ده ده اللي انت محتاجت تعطنقو الشهر ده حاول تمسك ايدك شوية امسك ايدك امسك ايدك ركز اعمل خطة للصرف خطة محترمة كده امسك لحاجة علشان اتليست تحس ام يعني توصل للهدف اللي انت عايزه ده انك انت الحالة المادية عندك تستقر ده هدفك وعلشان ام وعلشان تبتدي تحس بالحاجات اللي انت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبين تأثيرها طول ما انت كل اللي يجيلك بتصرفه مش هتحس بالتحسن او مش هتحس بالتطور هتلاقي الدعم فين انا بالنسبالي اي ايد نازلة من السماء دي ايد ربنا الدعم هتلاقيه عند ربنا دلوقتي من ناحية ده عايز مشاعر جديدة او رزق جديد ام يعني اللي محتاج تعمله انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى انت مفيش حاجة في ايدك تعملها غير انك انت تدعي ده اللي هتلاقي فيه الدعم حاول تدعي حاول تسأل تسأل تطلب من ربنا اي حاجة بقى انت عايزها لو كان بيبقى رزق جديد لو كانت مشاعر جديدة ده اللي هتلاقي فيه الدعم ربنا بس هو هو اللي حيستجيب بالوقت ده اللي هتلاقي فيه الدعم